بسم الله الرحمن الرحيم مجموعة الاعداد النسبية نراجع مع بعض على مجموعة الاعداد اللي اخدناها قبل كده اول مجموعة هي مجموعة الاعداد الطبيعية اللي بنرمز لها بطه وهي الاعداد 0,1,2,3 طبعا الى مالة نهاية واكيد هي مجموعة غير منتهية رقم 2 مجموعة الاعداد الصحيحة اللي بنرمز لها بصاد وهي الاعداد السالبة والاعداد الموجبة وما بينهم طبعا السفر وبرضو هي مجموعة غير منتهية اما السنة دي بقى هندرس مجموعة الاعداد النسبية واللي بنرمز لها بنون اللي هو اول حرف فيها هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكسور او الاعداد العشرية اللي اخدناها قبل كده بس سميناها مجموعة الاعداد النسبية يبقى هي الكسور سين حيث ان السين الف على به يبقى هي كسر فيه الالف والبه يعني البسط والمقام بينتموا الى صاد يعني البسط والمقام اعداد صحيح والبه لا تساوي سفر يعني المقام ماينفعش يبقى سفر وده اهم ما في الموضوع يبقى هو اي عدد اخدناه لحد دلوقتي سواء بقى كان عدد صحيح كسر عدد موجب عدد سالب مايفرقش معايا بس المهم ان لو كسر يبقى المقام ماينفعش يبقى بسفر ناخد امثلة بيقول لي ايا من هذه الاعداد هو عدد نسبي 0 على 9 أنا دايما عيني على المقام المقام هنا 9 يعني مش 0 يبقى ده عدد نسبي طب تاني مثال ناقص 5 على 0 أنا مش فرق معي البسط المهم المقام هنا بكام بصفر 0 يبقى ما ينفعش بأعدد نسبي تاني 3 على سين اللي يفرق معي مين المقام اللي هو السين السين ده بيقول بينتمي إلى صاد السالبة يعني هو عدد سالب يعني أكيد مش 0 طالما صاد السالبة يبقى ما ينفعش يبقى 0 يبقى طالما أنه مش 0 يبقى ينفع يبقى عدد نسبي ينتمي بقى لصاد موجب لصاد سالب مش فرق معي المهم ما يبقاش 0 طب واحد على سين ناقص 2 اللي يهمني المقام اللي هو سين ناقص 2 ده بصفر طب ما نشوف السين الأول بكام بيقول للسين ب2 عود كده عن السين ب2 شيل السين وحطه ب2 يبقى 2 ناقص 2 المقام هنا 2 ناقص 2 بتساوي كام؟ بيساوي 0 2 ناقص 2 بصفر واتفقنا لأن المقام ما ينفعش يبقى بصفر لو صفر ما يبقاش عدد نسبي يبقى ده ليس عدد نسبي ما يفرقش معي البسط البسط يبقى بصفر يبقى موجب يبقى سالب مش فرق معي حتى مش هرق هنا بقى بيقول لي اكتب القاتي في صورة ألف على به يعني في صورة كسر الخطين اللي محطوطين اللي وقفين قدامي دول دول معناهم ايه؟ دول معناهم القيمة المطلقة للعدد يعني ايه؟ يعني اللي جوه ما بين الخطين دول اياما كان سالب موجب الناتج هيطلع موجب يبقى السالب 3 وربع اللي ما بين الخطين دول ما بين القيمة المطلقة هتطلع بموجب 3 وربع ويبقى الناتج لازم يبقى بنوك تلاتة وربع دي تطلع كسر ازاي تديني تلاتاشر على اربع هكتبها لقالها الحسبة كده تلاتة وربع ودوس يساوي هتديني تلاتاشر على اربع طيب 24 من مية عايزين نحولها الكسر 24 من مية اولا هي عبارة عن 24 على مية اللي هي بكام اكتب 24 على مية ودوس يساوي هتطلع لجو ستة 25 اللي هو التبسيط بتاعها كأننا قسمنا فوق وتحت يعني. طيب عشرين في المية. عشرين في المية معناها عشرين على مية. صح? عشرين على مية بقى. بالتبسيط. كأني هقسم فوق على العشرين وتحت على العشرين. تديني واحد على خمسة. او كأني هكتبها ازاي ما هي كده على الالحسب عشرين على مية ودوس يساوي هيطلقها لي في الايه? في ابسط صورة لها. طب هنا بقى اكتب القاتف في صورة عدد عشري. يبقى هو هيجيب لي كسر. ويطلب مني ان احوله العدد عشري. اتفقنا. ان اللي ما بين الخطين لو كان سالب هيطلع موجب. ولو كان موجب برضو موجب. يبقى الناتج دايما موجب. سواء كان اللي جوه سالب او موجب. يبقى سالب اتنين ونص هتطلع بموجب اتنين ونص. طب الاتنين ونص دي انا عايز احولها لعدد عشري. تبقى عبارة عن ايه? اتنين وخمسة من عشر. سهلة. مش بحتاج. او هنكتبها برضو على الحسبة زي ما هي اتنين ونص وندوس يساوي. هيطلعها لي بالايه? بالعدد العشري. طب لو عايزين نحاولها الفي المية نسبة مقوية. برضو يبقى هاضربها في ايه? في مية في المية تديني متين وخمسين في المية. الاشكال المختلفة بقى للعدد النسبي. اول الحاجة? في صورة عدد عشري. فان هو اما كسري اما عدد عشري. زي نص بتساوي خمسة من عشرة في المية. طيب ممكن احوله لايه? لنسبة مقوية. تاني حاجة. النسبة المقوية بقى هاضرب فيه مية في المية. بقى الخمسة من عشرة هاضربها في مية في المية تديني خمسين في المية. طب تالت حاجة عدد عشري دائري غير منتهي. يعني ايه? زي الواحد على التلاتة. اجرب كده اكتب واحد على التلاتة على القلح الحزبة وشوفها اطلع لك ازاي في صورة عدد عشري هايطلع لك المنظر ده. تلاتة 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 من ايه? من الف ولا من مليون ولا؟ شوف قد ايه. كام تلاتة طلعت على ايه? على اد القلح الحزب مخلصة? القدل الشاشة بتاعة التلاطة نہ هي اى انها عدد غير منتهي. التلاتات دي عدد غير منتهي. عشان ابين ان هو عدد غير منتهي. فهكتب تلاتة واحدة بس. تلاتة من عشرة واحدة بس. وفوق التلاتة حط دايرة. يبقى الدايرة دي معناها ايه? اني بكرر العدد تلاتة عدد غير منتهي من المرات. ناخد مثال تاني. اكتب كده على الالة الحزبة تلاتة على احداشر. هيطلع لك ايه? هيطلع لك الشكل ده. اتنين سبعة اتنين سبعة اتنين سبعة اتنين سبعة كده كتير. ماشي? طيب. احنا كررنا ايه? كررنا الرقمين الاتنين والسبعة. يبقى انا كأن بكرر الاتنين والسبعة بدل ما هعد اكتب الكلام ده كله الاتنين سبعة اتنين سبعة كذا مرة كده فربي عمل ايه بحط دايرتين على الاتنين وعلى السبعة دايرة فوق الاتنين ودايرة فوق السبعة ده معناها ايه؟ ان بكرر العددين دول عدد غير منتهي من المرات التمثيل على خط الاعداد تالي سهل قوي اخدناه من قبل كده من سنين اللي فاتد ادي خط الاعداد في النص بكتب السفر ويمين وواحد اتنين تلاتة والشمال ناقص واحد ناقص اتنين ناقص ثلاثة وبكتب الرقم اللي بيكتبه طب لو كان كسر زي كده ناقص واحد على الاتنين يبقى نفس الاعداد دي هقسمها على اتنين يبقى الواحد هيبقى واحد على اتنين والاتنين هتبقى اتنين على اتنين والتلاتة هتبقى ثلاثة على اتنين والسوالب سلب واحد هتبقى سلب واحد على اتنين وسلب اتنين على اتنين سلب تلاتة على اتنين وهكذا هشوف السلب واحد على اتنين هو فين مكانه فين في خط الاعداد اهو وهعلم عليه وبس يبقى انا كده مسلت العدد على خط الاعداد